بودعاب خاني اسألكم الراجل النهاردة ما اخطأش خالص يعني انا سألتكم هل هو سبب من اسباب قلتولي لأ ما ما نقدرش نقول ان هو سبب من اسباب كم تنكمونا بيقول وانت قلت برضو كب لكن اثناء اللقاء هل الجزء الفني والتغيرات والتاكتك اللي ممكن يكون يشتغل به ويغيره اثناء اللقاء على حسب النتيجة هل هو عمله كما يجب هو التغير اللي عمله يا فروق ان هو طلع شريب برة لما طلع صلاح محسن ونزل حسام حسن فروت في الصندوق هو ده التغيره لحيد اللي عمله حاجة حتى عمل تغيره احنا استغربنا منه جدا اللي هو لما يشد محمد هاني وراه ملنزل ممكن هاني كن عنده حاجة صابقة او حاجة عنده ممكن ترجع حمدي انت ممكن يا فروق تغير في الملعب وممكن ترجع حمدي فتحي ولعب بسلاة بس في الحيثة ديات ونزل فروت تاني مع حسام حسن هو ده اللي انا بقولك. لكن انت اللعيبة النهاردة فيه مع الراجل مش هيقدر ايما تنتظرش منه حاجة في الفترة اللي جاية مع اللعيبة بالمستوى ده. او بالاداء ده او بالشكل. يعني انا كمدرب ما معليش من مستوهم. امش هتلحق. المتشاط مضغوطة. انت الفترة اللي جاية فيه ضغط المتشاط. فالرجل النهاردة عايديك كل المبررات اللي فيه. اه يعني انت ما تحزبوش لنهاية الموسم يا. هتحزبو زائي. دوري ماشي بالشكل ده كابتل خلي بالك. ما ليه كنت تكرمونا. خلي بالك انت خسرت الدورة. ما حزبوش حتى لا. خسرت الاقلي لو خسرت الدورة هتحعملها للعيبة. او كان يسامي يكمل يا ابو الدهم. ما انت بقولك. ما انت بقولك. لو انت كنت عزي كامل. كان مجابوه من اول السنة. ما وده خطأ برضو. انت كان ساموه مصار. انت الراجل عشان تحاسب لا. ضياع الدورة هيبقى من سبب منه مسماني ان كان بيعتمد على 16-13 لعيب. اللي هما ما كان بيلعب. لك ما كانش مد الثقة لبعض اللعبين. ما كانش فيه لعي اللي بتتقلق. مسماني. الماتش اللي بعدها ما بيلعبهاش. النهاردة بيرس تاو. الراجل مش مقتنع بيه. مكسوني نفس الطريقة. محمود وحيد. على الفكرة فيه لعيبة كتير جدا. الراجل ده مش مقتنع بيها. من المنظر. او الشكل اللي احنا شفناه. لكن انت النهاردة عشان تتكلم. الراجل هتحاسبه. لا. ما تحاسبش الراجل. حاسب اللعيبة اللي موجودة. اللعيبة اللي بتهرك. كابتن برضو انا مش هقولك مش هحاسب. بس انا بقولك. على شكل فني. انا بشوفه هل هو ليه بصمة فنية. لا فيه بصمة في الحتة الهجومية. موجدت في مطش زي النهاردة. عشان اوجد حلول واجيب اهداف. ده كان موجود النهاردة. لا كان موجود بشكل ان انت بتهاجم. بان ان انت مستحوز. حتى النهاردة مش هفناش الشناه كتير. لكن خلي بقالك برضو ده يرجع لتراجع فرقة الجونة. ان هي بتحافظ ان هي ما تتغلبش. او ما يجيش فرقه. انا اخلت امره. كابتن احضر كابتن احضر كابتن احضر كابتن احضر كابتن احضر كاب لكن انا اخدت بنته من نادي الالي ده مكسب في حد ذات. وانت بتلعب فرقة محتاجة النيد. لو ما كسبتش ما تخسارش. هو ده اللي احنا اتفرجنا عليه في فرقة الجونة. لكن الرجل كان بيهاجم وكان بيهاجم بشكل كويس. لكن فيه عشوائية حتى ناردة بتفرج طار محمد طار. انا مش شاف لدور. هو بيلعب نحة الشمال ولا في القلب ولا بلاي ميكر ولا بيلعب فيرود. انا مش عارف. الحاجة التانية فيه كمان ان انت ما طلعتش منبره. ما بتلعبش منبره. او ما بتفتحش الملعب انت ما افشا مصمم يختارك من 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 الداخل مع محمد شريف. انت بتلعب. وانا افزا اقولك ان السنوائيات دي بطلت في الكورة. وفي السنوائيات الوقت بان الله يرحمه كابتن حسن الشاسد ومصف رياض مع احترام ليه. خلاص الحاجات دي بطلت. انت النهاردة عاوز تكسب عشان اجيب جون عشان ان انا اقلل اللي فرق اللي بين النادي زباك.